الوقت لو جات لحضرتك أم وبنتها لأنه أكيد البنت بطبيعة الحلم ما بتروحش تقع الدكتور النسا لوحدها أم وبنتها والأم بدأت تشتكي أن هي البنت عندها 16-18 سنة وما جات لهاش دورة شهرية ولا مرة يعني مش دام حياتك بتقول ولو مرة وبعد كده بقت غير منتظمة ولا مرة الفحوصات بقالت بقى مطلوبة منها عشان نعرف أو نقيم الحالة أو نحدد السبب العمل للبنت المشكلة هو الخطوة الأولى الدكتور اللازم يعملها أنه لازم يعمل فحص الجسم فحص بطيني عادي ويتأكد من أنه هل في بداية لظهور أعراض البلوغ عندها ولا لا يعني في جسمها عموما في توزيع الشعر في جسمها في تكوين السادي يبتدى النمو ويبقى شكله نمو يعني ينبئ بحدوث البلوغ ولا لا نمرأ اتنين بالخطوة التانية اللي عندنا اللي بتهمنا أننا بنلجأ لعمل السونار أو الإشاعة التليفزيونية على الحوض علشان نتأكد من وجود الرحم والمبايد بشكل طبيعي لأنه طبعا حنشك أنه قد يكون فيه خلل في تكوين المبايد لأن المبايد هي المسؤولة عن إنتاج الهورمونات اللي بتؤدي إلى مرحلة البلوغ وبالتالي لو كانت المبايد في تكوينها فيه مشكلة دي ممكن تبان في الصنار نمرأ ثلاثة ومهم بقى جدا نبتدى نعمل تحليل الهورمونات هل الهورمونات ابتدت تأخذ الشكل الطبيعي هل ده نتيجة ضعف في الغدى ممكن ده يكون نتيجة نقص في إفراز الغدى النخامية أو ضعفها أو نعف في المبيض نفسه هو حضرتك الغدى النخامية بتدي إشارات للمبيض اشتعل المبيض يستقبل المواد دي ويبتدي يشتعل يعني مثلا الغدى النخامية بتدي هورمون اسمه FSH ال FSH ده بيبتدي يخلي البوايضات تنموه ونما البوايضات تنموه بتدي هورمون الاستروجين ده اللي بيديها شكل الأنثوي وبيبتدي يصغر عليها أعراض البلوغ إذن الدايرة دي هيحصل فيها خلل إما إن الغدى النخامية ما أفرزتش هورمون ال FSH أو إنها أفرزته والمبيض مش مستجيب له طيب في كلا الحالتين بقى بنيدي أدوية وعلاجات آه طبعا نحن لازم نعرف الخلل فين ليه بقى؟ لإن الخلل لو كان في المبيض نفسه المبيض مش مستجيب للغدى النخامية ده بنسميه إحنا عندنا في طب Primary Ovarian Failure يعني فشل في وظيفة المبيض وده خطير جدا إن ده قد ينبع إن المبيض ده مش هيشتغل أو المبيض ده حصل فيه تلف وهي جنين في بطن أمها أو إن المبيض ده فيه تكوينه من الأساس فيه مشكلة طيب المبيض مبيض واحد ولا ما هو تقول لتنين كان عين تشتغل ده الخلل لازم يسيب لتنين يعني لو مبيض واحد سليم البلوغ حيتم بشكل طبيعي وهنا بقى ما فيش حل ولا علاج يعني إذا لازم مشكلة دي أو الفشل في أداء وظيفة المبيض من البداية بيبقى مصحوب بارتفاع هرمون ال FSH ليه بقى لإن الغدى النخمية عمالة تبديله FSH عشان هو يستجيب لو استجاب وطلع هرمون الأنساوي الإستروجين ال FSH هيبتدي يهدى وينتظم ويفرز بالشكل الطبيعي لكن لو ما استجابش الغدى النخمية هتديله FSH زيادة وزيادة قمنا لأيها الحليلة عالية جدا أيوة فنرأى تحليل ال FSH ده عالي قوي ال FSH اللي لما يبقى عالي قوي في آنسة زيارة يعني متخطر مش حالوه علامة إن المبيض ده متوقفاً عاماً مش حاجة تطمننا على عكس بقى يعني لو بنت عندها 25 سنة مثلاً أو سيدة عندها 30 سنة دي حاجة شوية بتطمننا على حدوث الحمل لا هي هتختلف بقى في حسب المبيض ده شغال ولا مش شغال لأنه يعني إحنا لو FSH لما يكون مرتفع بدون سبب إحنا يعني ما الدنيهاش ده عمل كده فيه أو تسبب فيه كده ولو هو مرتفع ده مع علامة رقم مرتفع ما واش رقم طبيعي آه آه رقم مرتفع عن الطبيعي عن الطبيعي ده دلالة خطر في كل مراحل لعمر السيدة يعني إحنا لما بنوصل لغاية سن الخمسين سنة ونبتدي نحاول نعرف السيدة دي أو شاكت على إن خطعت دورة ولا لأ من دلالتنا هو ارتفاع هرمون ال FSH أولئينا عالي فمعناه إن العدة النخمية مش قادرة تشغل المبيض والمبيض خلاص ابتدى توقف على العمل اشتركوا في القناة